يا فضيح الشيخ بالنسبة لمرأة حملت ثلاثة أشهر وسقط ما في بطنها وخرجت دم هل تصلي أم لا؟ وجدنا الكتبها للعلم واحد ثمين يوم وثلاثة أشهر وثلاثة أشهر فما فهمت هذا؟ يقول العلم رحمهم الله أنه إذا سقط الجنين وقد خلق فإن الدم الخارج نفاس وإن سقط ولم يخلق فالدم دم فساد لا تترك من أجل الصراح تصلي ولو كان فيها الدم وأذنى ما يمكن أن يخلق فيه واحد وثمانون يوما لا يمكن أن يخلق قبل الثمانين ثلاثة أشهر فيه احتمال فينظر هذا الصق إن كان قد خلق فالدم نفاس وإن لم يخلق فهو دم فساد وقال إنه مقطع ما لمرهم بأس ثلاثة أشهر في الغالب أن يكون مخلق إذا كانوا قد ضبطوا الاحتداء الحمل لكن أحيانا حسب المرأة ولا يكون الحساب مطبور ثلاثة أشهر في الغالب